الولايات المتحدة ترغب في وضع وفرض نمط ووتيرة لإيصال هذه المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة حتى في مرحلة استئناف العمليات العسكرية بعد هذه الهدنة. البيت الأبيض يؤكد وفقا للمسؤول التي تحدث لنا بالأمس أن الولايات المتحدة أيضا ترغب في الانتقال إلى مرحلة أخرى ونوعية أخرى من المساعدات تشمل سلع أساسية وتجارية تحتاجها قطاع غزة ويحتاجها السكان هناك. في نفس الوقت الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن العمليات العسكرية عندما تستأنف في جنوب غزة يجب أن تكون محدودة النطاق. ولأول مرة البيت الأبيض الذي حرس سابقا على عدم الحديث علنا عن الخطط العسكرية لإسرائيل وانتقاد إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة في لحظة لافتة بالأمس. المسؤولة في البيت الأبيض يتحدثون هذه المرة بشكل صريح وعلني عن محالة الولايات المتحدة تقييد نطاق هذه العمليات العسكرية في حال استينافية. وعندما تستأنف في جنوب غزة المسؤول يقول أن هذه العمليات لا يجب أن تكون كما كانت عليه واسعة النطاق في شمال غزة. وفي الجنوب الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن عليها اعتماد عمليات دقيقة الأهداف. وأن لا تمس بأي مؤسسات تابعة للأمم المتحدة أو تابعة القطاع الصحي كالمستشفيات وأيضا الملاجئ. ويجب تأمين المدنيين وحماية المدنيين. والسماح قدر الإمكان لهم بالبقاء في منازلهم. وأن الولايات المتحدة لن تسمح ولن تقبل بأي عمليات عسكرية تؤدي إلى تاجير واسع. المسؤول حذر بشكل صريح أيضا إسرائيل بأن هذه العمليات العسكرية إن كانت واسعة تهدد بأزمة إنسانية تفوق قدرة المجتمع الدولي للتعاطي معها.